تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بيجيكم مني أنا محمد عواد قبل سنة تقريبا ظهرت قضية شغلة الرأي العام الإسباني بشكل كبير وهي اتفاقية صندوق الاستثمار الدولي CVC واللي ناوي يتوقحها مع رابط الليجة الإسبانية وللعلم رغم الكلام الكبير عنها ورفض بعض الأنديئ لها الاتفاقية بلودها كثير بسيطة وبتنشرح بصطر واحد بس صندوق الاستثمار رح يدفع 2.7 مليار يورو مقابل 10% من حقوق بث الدولي الإسباني لمدة 50 سنة وهذا الرقم ما رح يندفع كاش من أول سنة رح يندفع دفعات على سنوات ومن ضمن هذه الاتفاقية إنه هو أول 10 سنين صندوق الاستثمار حيكون ياخد العشرة بالمية من عقد البث لكن إله الحق إنه بعد عشر سنين يرجع يبيع الأربعين سنة التانيين حسطه اللي هي 10% لحد تاني لما يسمع الواحد 2.7 مليار يورو بيقولوا اف شو الرقم الكبير ريال مدريدو برشلونة مجنين ليش عم بيرفضوا لكنه بصير قليل لو حسبناه على 50 سنة فعلا خصوصا لو الليقة تطورت عوائد البث زادت حيصير قليل كثير مثلا متوسط دخل ريال مدريدو برشلونة في الموسم الماضي أو قبل الماضي عشان أكون دقيق كان 165 مليون يورو من حقوق البث كل واحد فيهم لو إجيت حكيت 10% من متوسط دخل الناديين هدول بس 10% منهم لخمسين سنة 1.65 مليار يورو يعني تقريبا نصف المبلغ اللي يدافعوا مقابل ناديين بس فتخيروا لما تيجي 18 نادي نقدش هيطلع ربحان على المدى الطويل المشكلة وين؟ أنه الفكرة عن سي في سي أنه أنا حاجة أدفع لريال مدريد مبلغ يقارب على سبيل المثال 238 مليون يورو وبهذا المبلغ ريال مدريد مطالب بيعني 10% من حقوق البث تبعته لخمسين سنة وهذا معناه أنه العشرة بالمية تاعت ريال مدريد لخمسين سنة بتصير قيمتها ما يقارب الـ 4.8 مليون يورو مع إنها الآن هي 16 مليون يورو و60 مليون يورو لعشرة بالمية منهم 16 طيب هو شو حجة سي في سي عشان تعطيك بتشتري منك برخيص بتقولك أنا معطيك كاش هلأ عن خمسين سنة لقدام فكأني بشتري منك المستقبل وبالتالي المستقبل مش مضمون فأنا بعمل ريال مدريد رفض نفس الشي برشلونة برشلونة مشكلته كانت من الخمسين سنة فرح باع عشرة بالمية بما يسميه الروافع الاقتصادية بنفس فكرة سي في سي بس ما باحها لخمسين باحها لخمس وعشرة سنة بمبلغ أقل شوي من اللي كان حيااخده لأنه سي في سي كانت عم تدفع له ميتين وخمسين مليون يورو هو باع بما يقارب ميتين ميتين وعشرة بس المشكلة وين؟ ريال مدريد برشلونة أندي كبيرة وضحها المالي ممكن تتعامل فيه بسمعتها بعلاقاتها المشكلة بالأندي الثانية لأنه الاتفاقية بتشمل للدرجة الأولى والثانية في إسبانيا وبعض هذه الأندي في الدرجة الثانية والدرجة الأولى في إسبانيا واصل شفها الإفلاس بعد كورونا والمشاكل المالية اللي إجت بسببه وأيضا هي أصلا كانت تعاني قبل ذلك وبالتالي هذه الأندي مش من وقت تتفكر لخمسين سنة بدأت تفكر بأربع خمس سنين عشان ما تضطر تتعاقب وتهبط أو ربما تعلن إفلاسها أو تبيع كل عبتها ويذوب النادي مع الزمن وهون جاءت فكرة سي بي سي يعني هي عارفة أن العرض تبحها قليل أقل من الحق الطبيعي للأندي لكن في أندي مضطرة تأخذ هذه الفلوس عشان تحل مشاكلها مش كل الأندي بتملك قوة برشلونة وعلاقاته برشلونة بيوضعه المالي الحالي لو كان نادي صغير كان على الأغلب ذهب بمنحة قانوني سيئ جدا لكن لأنه برشلونة ثقة فيه كبيرة لأنه برشلونة ولأنه علاقاته قوية قادر يعيش رغم الأزمة المالية تحته وقادر اللاعبين يصمروا عليه والناس تصبر عليه من الدائمين وحتى الاتحاد الإسباني بيصبر عليه الكل بيصبر عليه لأنه برشلونة لو كان نادي مش مهم كانوا حيقولوا تعالي يا حبيبي عليك ديون اتفحهم أو انزل درجة ثانية ما هيقعدوا يستنوا تيعمل روافع اقتصادية أو يشتري لاعب ويقعد يستنى تيزبط صلة من الرواتب ويسجلوا ما هيستنوا أبدا بس اسم برشلونة فرق بس نادي درجة ثانية ما عنده اسم يحميه فبدو يكون بدي يهبط وهون فكرة سي في سي أنا هستغلكم بس لمصلحتكم حتى ما تختفوا بنعرف انه 37 فريق وافقوا على التصويت واربع بس اللي رفضوا واللي رفضوا ريال مدريد برشلونة بلباو وريال أوبيديو الأندي الإسبانية متفقة مع الليجة انه اول ما نبيع سي في سي هنعمل 15% من الفلوس لتزديد ديون اللاعبين 15% لتسجيل اللاعبين و70% لتطوير بنيتنا التحتية عشان نقدر نعيش لقدام اذا اتفاق سي في سي بالنسبة لبعض الأنديا استثماري تخفيض ديون تسجيل اللاعبين طيب الأندي اللي رفضت الأندي اللي رفضت ما حتاخد فلوس بالآن من سي في سي لكن اتفاق سي في سي حيمشي مع الأندي الأخرى في فترة طلع كلام بين ريال مدريد وبرشلونة وبلباو عن شيء بشبه نفس الاتفاق سموه الاتفاق المستدام اسمعنا انه فلوسه اكتر بكتير لكن هذا الاتفاق ما طلع بعده أخبار ويبدو كان من ضمن الحرب الإعلامية اللي كانت مشتعلة بين تي باس وريال مدريد وبرشلونة إذن هي نظرية ما بين الحاضر ما بين المستقبل اتفاقية النادي اللي ضامن حاضره وعارف حاله عيعيش هيقول لك لا ما ببيع مستقبلي والنادي اللي خايف ع حاضره وخايف ما يعيش بكرة هيضطر يبيع لسي في سي هذه البساطة وسي في سي هي عمر عن صندوق استثناري بيملك سيولي مالية حابب يتفحها عشان يشتري مستقبل من حقوق بث الدور الإسباني وعنده الحق بعد عشر سنين يرجع كل فلوسه أكثر لو بح على مستثمر آخر جاي وقتها وبعد عشر سنين قيم حقوق البث المفروض تكون أعلى وأعلى هذه هي ببساطة كل الاتفاقية مصالح بتختلف عرض واضح بشبه كثير الرافع الاقتصادية لبرشلونة لا أكثر والأقل نصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم أنا محمد العواد موجود فيسبوك تويتر انستجرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى